مبارح المطشة كابتن فاروق احنا متفرج احنا على عصامنا طول الوقت تحس ان المباركة تخلص من اول عشرين دقيقة ازاي كنت تتفرج على المبرانة مبارح وشفت ليه الفوز او الانتصار تأخر لاخر دقيقة مبارح انا كنت بحل المباراة انا وكابتن سامي الشيشيني وكان معنا الوستسة تمر سقر وكنا بنتكلم انا يمكن كنت في بداية الحوار احنا مش عايزين نستعجل مش عايزين نتوتر عايزين اخد المطش زي ما بدأنا زي ما نختم ما نبدأش بكوة ونبيع المعدل البدني ونبيع التركيز ونبيع كل ده وبعد كده نعود ندافعه عشان ما يجيش فينا هدف وانا يمكن كنت بتكلم بقول مش ضروري نتفرج على اداء احنا عايزين اتلاتة بونت عايزين الكاس هو ده اللي نفكر فيه يمكن بعد كده كل ناس بقى نفس وجهة نظري دي الناس كلها كان بتأيدها الزمالك مبارح لعب حول 22 ديئة لعب شكل كويس وقاب الهدف بعد كده الزمالك بردك عشان كانت فيه خبرات كان فيه مبارح نواقس كتير في نات الزمالك اللي هي الخبرات تتكلم على شكبالة تتكلم على لعبة الشافي تتكلم على محمود علاء اللعبة كتير يعني النمار بقاله شوية كتير بيلعب ففيه لعبة كتير روءة ما بيلعبش فيه لعبة عندها خبرات كبيرة ما كانتش موجودة اللي هي بتدعمك لو انت عايز تقول اي فكر جديد او اي تطور جديد في الهداء ففيتكلم اللعبة اللي عنده خبرة مش بس كده هيتحمله الجمهور ده كله يعني فيه لعبة مش بقى محمد شحاية تازياد كمال هو برضك هنا بقى حنيجي هو فيصل الجمهور بعد الهدف مش قبل الهدف يعني الجمهور شجع بشكل كبير جدا لكن فضل يساند الشوت التاني طول فريق نادل دركان هو مسيطر هو بيهجم وبيحط كورة عميقة هو بيلعب كورات العرضية لكن الجمهور كانت عاملة دعم قوي جدا جدا زي يعرف حاجة انت جايب ناس تحرص المرمى وتحرص الـ 18 وتحرص الاطراف الجمهور تحرص البطولة صح اه الجمهور هي اللي عاملة كل ده فعني تحية وشكر الجمهور بشكل كبير جدا اللي عجبني كمان ان اللعيبة عارف يتخلص المباراة بمعنى ان انت ما بقاش فيه إفراط ان انت تروح لقدام حتى ما بتروح لقدام بتروح باتنين ثلاثة ما بتروحش مقسات زي الشوت الاول 7-8 انفار يعني انبارح كنت كلش وقف و احنا في الاستوديو وقف دي شوف اللعيبة الزمال الكم واحد في الشوت الاول هتلاقي ست 7 لعيبة كرات العرضية كرات السبتات 7-8 لعيبة يعني لو ارتدت الكورة والفرقة دي ما كانتش عامل حساب قوي النات زمالك انا عملت مشكلة ده فيه نقطة كابتان فاروق الجول اللي جابه الزمالك حسام عبد المجيد جواه منطقة جزاء نظر ما ليه؟ قطع الكورة لو كانتش قطعها كان بيهت هاجه منطقة كان بيهت جونة عالزمالك صح قطعها وده لزيزو بقى كده لزيزو عباب وانا مبارح كنت بتكلم دايما الهدف اي هدف في الدنيا في الكورة في علم الكورة تحليل الاداء دايما بتكلم على الهدف الهدف مفيش اي هدف ييجي الا من خطأ لو مفيش خطأ يبقى مفيش هدف صحيح يعني زي كل الالعاب فيه خطأ يعني فيه هدف زي مالك استغل الخطأ بتاع الظاهير الايصر بتاع نهض الدركان حط الكورة بدل ما يشير الكورة قلشت منها عن رجله فبقى تقدى كده رح اسامع حطت سن الجزو رح تراحة رح تراحة لزيزو فزيزو بيعدي من واحد رح تجيه في رجل اللعيب ورجعت لزيزو الزبط رح عملها بالعرض تحت طبعا فكان جيه حمدي من تحت فخادي مفيش ركابة وحطاها نموذك في التصويب على المرمى فانا بتكلم على الزمالك عارف يستغل الخطأ وده هنا الزكاء بتاع العيبة او بتاع الفرقة او بتاع المدرب ما انت تكون حاسس ان الفرقة دي عندها غطاء عندها اماكن معينة ما بقاش فيها الاداء بشكل جيد الاطراب بتبقى فضية مثلا ما بيغطوش كويس التنظيم بتاعهم الدفاع والتمركز مش جيد قدرت انت تستغل ويجي منه الهدف لكن الشوت التاني بقى الشوت التاني كان بصراحة الشوت التاني كان الجماهير بتلاعب نهودة بركانة يعني جمهور الزمالك كان بيلاعب نهودة بركانة بالزبط بالقوة والشجاعة والنهو يساند بشكل قوي جدا يعني هو لو الزمالك كان تحت ضغط فجمهور الزمالك حط ضغط كبير جدا طبعا اللعيبة مش عارفة توصل يعني احنا الضغط اللي احنا كان علينا كلنا مبالا واحنا من الفرج عن المبارا دي بس كان اضعافه على ايب تنظر بركانة والدهين مرحوش بكورة على عواد طبعا بكورة واحدة طبعا وهو المفروض يعني العكس يعني انت ما بتلعب في ملعبك الجامير تبدأ معاك المباراة لكن ما تستمرش معاك لو كنت انت مش فيها حسن حالة يغضبوا عليك ايوه لكن ماري الزمالك مبارح اديت نموذج ان هي كان عندها الصبر وان هي بتدي الدفع المعنى والنفس للعيبة للعيبة الزمالك كانت سنة قوي جدا مبارح للعيبة ناد الزمالك ناد الزمالك وفوقت اللعيبة يعني خل بالك اللعيب وردك ما بيجيله شاوية من الأحباط بدنية التركيز بيروح فهم بقوا يدهم الدعم ويعني أنا شايف يعني جمهور ناد الزمالك شريك أساسي في البطولة طيب